السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة أم إلياس للتعليم مرحبا بكم معكم فيديو جديد خاص بالنشاط العلمي للسنة الثانية ابتدائي إذن كيف ما قلت لكم سابقاً يعني في الفيديو السابق أن الإبن ديلي يقرأ في الثانية ابتدائي وكنحاول إلو جتلي شي فرض يعني مصحح كنحاول نشاركه معكم في القناة باش كذلك يستفدوا الأبناء ديلكم لكي يقرأوا في الثانية ابتدائي إذن بالنسبة للفرض الأول ديال التربية الإسلامية رح حطتوا كذلك للأسدس الثاني حطتوا كذلك في القناة غنخلي لكم في صندوق الوصف للاستفادة إذن كيف ما كتلاحظوا معي الفرض دياليومي من ديال النشاط العلمي جبت لكم نموذجين مصحح يعني النموذج الأول والثاني إذن لمشاهدة الفيديو كاملاً اتبعوا معي إلى الأخير وسترون طريقة تحيح الفرض إذن على بركة الله لنبدأ لكن قبل البدء لا تنسوا مشاركة الفيديو مع الأصدقاء وتشجيعي بالضغط على زر الاشتراك وترك تعليقاتكم جميلة على القناة إذن على بركة الله لنبدأ إذن السؤال الأول أصله بخط لتدوق الطعام أستعمل يعني عطينا مجموعة من الجمل وعطينا الحواس حاسة السم حاسة البصر حاسة الدوق إذن لتدوق الطعام ماذا أستعمل إذن لتدوق الطعام أستعمل حاسة الدوق إذن للاستماع للموسيقى أستعمل إذن للاستماع إلى الموسيقى الحاسة التي سأستعملها للاستماع إلى الموسيقى هي حاسة السمع لمشاهدة التلفاز أستعمل حاسة البصر إذن السؤال الأول أصله بخط يعني عطينا مجموعة من الجمل وعطينا الحواس هذا السؤال أو التمرين سهل جدا نمشي السؤال الثاني أصنف الأجسام التالية داخل الجدول عطينا سكر وعطينا الحليب وعطينا القلم وعطينا الزيت وعطينا الأجسام الصلبة والأجسام السائلة إذن كيف ما كتلاحظوا معي الأجسام الصلبة عندنا السكر والقلم وبنسبة للأجسام السائلة عندنا الزيت وعطينا الحليب إذن هكذا تمت الإجابة على هذا السؤال الثاني بالنسبة للسؤال الثالث ألاحظوا الصورة ثم أملأ الفراغ بما يناسب الغاز أو الماء إذن لاحظوا معايا هنا عندنا إناء هنا فيه ماء وهنا لاحظوا إذا تم يعني شعلنا الإبريكا كنلاحظوا فقعات إذن هذه الفقعات على ما تدل إذن يدل تصاعد الفقعات على وجود الغاز يدل تصاعد الفقعات على وجود الغاز وليس الماء لأن الماء نعم متواجد ولكن وجود الفقعات يدل على وجود الغاز بالنسبة للسؤال الرابع أصل بخط يعني أقطع الخبز بواسطة أمزق اللحم بواسطة أطحن الطعام بواسطة إذن أقطع الخبز بواسطة القواطع أمزق اللحم بواسطة الأنياب أطحن الطعام بواسطة الأدرس إذن عملية التمزيق تتكون بالأنياب وعملية التقطيع تتكون بالقواطع وعملية الطحن تتكون بواسطة الأدرس إذن هذا هو النموذج الأول بالنسبة للنموذج الثاني عندي على هذا الشكل إذن السؤال الأول أضع موافق أو غير موافق في الخانة المناسبة يعني عندي مجموعة من تصرفات وسأقول رأيي يعني هل أنا موافق أو غير موافق إذن عماد يكسر اللوزة بأسنانه عماد يكسر اللوزة بأسنانه يعني تصرف غير مناسب سأكتب غير موافق عندما أمضغ الطعام أحرك فكي العلوي إذن عندما نمضغ الطعام نحرك فكي العلوي إذن خطأ غير موافق إذن عندما نمضغ أو عندما أمضغ أحرك فكي السفلي نفك العلوي يبقى ثابتا بنسبة للسؤال الثالث الأسنان قطع بيضاء وصلبة إذن الجواب صحيح أو غير موافق الأسنان قطع بيضاء وصلبة الجملة الرابعة يستعمل الحيوان حواسه للبحث عن الغداء يستعمل الحيوان حواسه للبحث عن الغداء الجواب صحيح إذن أنا موافق الحيوان يستعمل حواسه للبحث عن الغداء إذن بالنسبة للسؤال الثاني أكتب تحت كل رسمين مضر أو مفيد إذن أعطني مجموعة من الصور والسؤال هو نكتب أنه يعني التصرف مضر أو مفيد بالنسبة للسؤال الثاني تنظيف الأسنان تصرف مفيد الإكتار من الحلويات تصرف مضر بالصحة أكل الشوكولاتة تصرف مضر بالصحة شرب الماء البارد مضر كذلك بالصحة وبنسبة للسؤال الثالث صل بخط يعني أعطينا الدرس والقاطعة والناب إذن صل بخط الدرس يطحن به اللحم الدرس يطحن به اللحم القاطع قدم الخبز والناب تمزيق اللحم إذن دور الناب هو التمزيق ودور القواطع القدم ودور الدرس الطحن إذن بالنسبة للسؤال الرابع أتمم الفقرة التالية مستعملا إذن عندي واحد الفقرة بالأنف والشفتين بلسانها بعينيها بأطرافها إذن حاولوا تقرأ هذه الفقرة وتجاوبوا عليها تحدد البقرة مكان العشبي إذن اختاروا أحد الكلمات وتتوجه نحوه وتميزه ب وتقضيمه إذن لحظوا معي بالأنف والشفتين بلسانها بعينيها بأطرافها تحدد البقرة مكان العشبي بماذا وتتوجه نحوه بماذا تتوجه وتميزه بماذا تميزه وتقضيمه بماذا تقضيمه إذن كجواب نقدر نقول بأن تحدد البقرة مكان العشبي بعينيها يعني كتشوف العشبي بعينيها تراه بعينيها تحدد البقرة مكان العشبي بعينيها وتتوجه نحوه بأطرافها يعني كتستعمل الأطراف ديالها في المشي للتوجه نحو العشب وتميزه بالأنف والشفتين يعني تميز العشب بأنفها وشفتيها وتقضيمه بلسانها وتقضيمه بلسانها إذن هذا هو الجواب على السؤال الرابع إذن تحدد البقرة مكان العشبي بعينيها وتتوجه نحوه بأطرافها وتميزه بالأنف والشفتين وتقضيمه بلسانها إذن كيف ما كتلاحظه معي هذا هو النموذج الأول أو الثاني وهذا هو النموذج الثاني لديل النشاط العلمي إذن حاول نجمع لكم يعني فارضين في النشاط العلمي حاولوا تخدموهم مع الوليدات حاولوا تعودوا معهم لأسئلة وهما اللي يجاوبوا وصحوا لهم الأخطاء إذا وجدت يعني لديهم أخطاء بالنسبة للفرد ديال الرياضيات والفرد طاعة اللغة العربية واللغة الفرنسية إن شاء الله ننتظروا غدا نحطو لكم في الفيديو المقبل إن شاء الله يعني ولي دعمي ولي تشجيعي على هذي المجهود لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر